واصلت قوات الشرعية اليمنية المدعومة من قوات التحالف الدولي تقدمها في مأرب وسيطرت على منطقة النصيب الأحمر في مغيرية سرواح معززة بذلك سيطرتها على الطريق المؤدية إلى صنعاء التفاصيل في تقرير الزميلة ديماناج بمساندة القوات الإماراتية ومقاتلات التحالف العربي استكملت قوات الجيش اليمني سيطرة على منطقة النصيب الأحمر في سرواح غرب مأرب فيما بدأت عملية ترتيب واسعة لقوات الشرعية في مختلف الجبهات بهدف استكمال التحرير في جبهة مأرب وشبوى والجوف والتعز قبل البدء بتحرير الحديدة وصنعاء وأكدت مصادر ميدانية في جبهة سرواح أن الجيش سيطر كذلك على أزاء كبيرة من طريق سرواح صنعاء التي تمر عبر منطقة حباب وقطع طرق الإمدادات القادمة عن طريق بني سحام التي تربط المخدرة بجبال هيلان فضلا عن قطع الطرق القادمة من مديرية بني حشيش في ريف العاصمة باتجاه مأرب لتغدو مأرب عما قريب أول محافظة تقع في شمال اليمن محررة بالكامل مع قرب وصول الجيش والمقاومة إلى مركز مديرية سرواح آخر معقل للميليشيات الانقلابية في مأرب والسيطرة على جبال هيلان التي ستفتح الطريق نحو ريف العاصمة مباشرة هذا وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة لقوات الإمارات في مأرب من إسقاط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات على مأرب وتدميره في الجو بعد تلقي الأخيرة خسائر كبيرة في جبهة سرواح خلال الأيام القليلة الماضية ومصرع العشرات منهم بينهم قيادات بارزة وخسارة مواقع وآليات عسكرية من جانبها شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في مركز مديرية سرواح مع استمرار تقدم الجيش نحوها بعد تأمين جبل مرتد المطل على المنطقة والمخدرة ومنطقة النصيب الأحمر التي تم فيها اغتنام أسلحة متنوعة خلفتها الميليشيات بعد فرارها على وقع ضربات الجيش والتحالف العسكرية وفي كلمة ألقاها أمام قدة الجيش في محافظة مأرب يوم الخميس قال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر إن الشرعية ستكون قريبا في صنعاء وشدد الأحمر على مزيد من الجهد والتلاحم مع قوات الجيش الوطني والاستفاف الوطني لتمكين اليمنيين من استكمال تحرير ما تبقى من المحافظات اليمنية